لهم إن فرنسا تدعم اليونيسيف وسنوك المتحدة للسكان وهي المتحدة للمرأة لصالح النساء في غزة والسكان في غزة ترحب فرنسا بالاتفاق الذي تم التواصل إليه مؤخرا والذي يجب أن يسمح بإطلاق صراح عددا من الرهائن ويسمح بإقامة الهدنة ونشكر قطر ومصر والمتحدة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة إيجابية ولا بد من إطلاق صراح آخر وتكرر فرنسا دعوتها إلى إطلاق صراح جميع المحتجزين دون شروط وفورا وتحتجزهم حماس والجماعات الإرهابية الأخرى منذ السابع من أكتوبر ومنهم نساء وأطفال ونحن ندين الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى والعنف الجنسي واختطاف الأطفال والذي تم في ذلك اليوم ومجلس الأمن يجب أيضا أن يفعل ذلك دون لبسا أو يحق لإسرائيل أن تدفع عن نفسها ولكن يجب أن تفعل ذلك مع احترامي القانون الإنساني الدولي الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وعدد الضحايا المدنية الفلسطينية والجرحة عدد يتزايد في كل يوم النساء والأطفال الأكثر استضعافا ويمثلون ثلثي الضحايا تدعو فرنسا إلى تنفيذ فوريا للقرار الذي اعتمده هذا المجلس في الأسبوع الماضي وستنظر بأكبر عناية ممكنة ستنظر في المقترحات التي ستقدمها الأمم المتحدة لضمان متابعة التطبيق وفي الوقت ذاته وفي الأثناء لا بد من تحقيق النفاذ الإنساني دون عرقيل وبشكل مستدام في قطاع غزة وكل القوافل يجب أن تصل إلى غزة ويجب أن تتزايد وتقدمنا بشحنات تقدر بمئة تن من المساعدة الإنسانية وقدمنا مئة مليون يورو منذ السابع من أكتوبر ونتقدم بالمساعدة وانعقد مؤتمر في باريس في نوفمبر تحت رئاسة رئيس الجمهورية لحاجة مليار دولار من المساعدة لكن هذا لا يكفي بالنسبة للأطفال المرضى والجرحة في غزة فهم يحتاجون المساعدة الطارئة وفرنسا تحجد جميع الوسائل في حوزتها لعلاجهم في فرنسا البناء التحتاء المدني والمستشفيات وتوقم الإنسانية والصحية يجب أن تحمى وذلك احترام القنون الإنساني الدولي وفرنسا تندد بجميع الهجمات ضد المدنية والبناء التحتاء المدنية وتذكر بأن مباني الأنر التي تصدف المدنيين الذين احتمون فيها لا ينبغي أن تستهدف ونرحب مرة أخرى بعمل المتحدة في الميدان وعمل أفراد الأنر والمنظمة غير الحكومة والتوقم الإنسانية وتدين فرنسا أيضا احتلال البناء التحتية المدنية من قبل حماس وهذا يتناقض القنون الإنساني الدولي سيدي الرئيس الأوضاع مأساوية في غزة ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا ننسى نطاق العنف المقترف من قبل المستوطنين ونحن ندد بأسفرات الأنر والإنسانية ضد سكان الفلسطينيات في الدفع الغربية وفرنسا تكرر دعوتها إلى سلطة إسرائيلية لاتخذ التدبيل لوقف هذا العنف فوراً ولا بد من وقف تشعب هذا النزاع كي لا يصل إلى المنطقة وإننا يجب أن نعمل على تأمين الأندف وهيئة المتحدة لمراكبة الهدن واليونيفيل ونحن نندد بأعمال جماعة الحوثي التي استولت على سفينة في 19 من نوفمبر لا بد من السماح الفلسطيني والإسرائيل بالعيش في سلام وأمن ولا بد من أعادة الأفق السياسي الملموس لفعل ذلك والمرأة الفلسطينية تطلع بدور أساسي عند سناف عمليات السلام وهذه العملية يجب أن تؤدي إلى حل الدولتين ولا بد من ضمنة حقيقية تقدم إلى إسرائيل لأمنها ولا بد من إقامة دولة الفلسطينيين هذا هو الحل القبل الحياة الوحيد وهنا فرنسا ستواصل الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويجب أن نعمل على إقامته جميعا هذا المجلس الآن يجب أن يتحدث بصوت واحد حول هذا الموضوع شكرا جزيلا أشكرك وأعطي الكلمة الآن إلى سويسرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر